موسيقى إذن ننتقل إلى لينا قنع محلل الأسواق العالمية في مجموعة Equity Group أهلاً وسهلاً بكي لينا يعني دعينا نتحدث عن إفرازات هذه المرحلة الذهب يرتفع ويسجل ارتفاعات ويتزامن ذلك مع إرهاصات رفع معدلات الفائدة يعني هذه قد لا تستقيم باحتبار أن ذلك سيؤثر على أسعار الدولار والعلاقة بين الدولار والزهب كما تعلم كل هذه التفاصيل هل روسيا وأوكرانيا تدفع للذهب قدماً إلى الأمام بغض النظر عن توجهات الأسواق العالمية؟ نعم أهلاً بكي بالفعل يعني يستفيد الذهب من التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا نحن نتحدث عن هذه المخاوف في ظل الرواية الأمريكية عم تقول هناك إضافة سبعة ألاف جندي على الحدود الأوكرانية بالإضافة لمئة جندي لروسي المتواجدين على الحدود الأوكرانية لكن الروسيا تقول أنها سحبت من قواتها لكن النات عم يقول أنه لا يوجد أي سحب للقوات الروسية وبالتالي المخاوف والتوترات وإضافة الأسواق لا يوجد شهية لأخذ المخاطر فهناك إقبال على الذهب عم نشوف ارتفاعات على أسعار الذهب وصلنا لتقريباً نحن نتحدث عن مستويات 1884 في هذه اللحظات أقل مستويات وصلنا لها في هذا الأسبوع 1850 نحن على ارتفاعات للأسبوع الثالثة على التوالي لأسعار الذهب عم يستفيد الذهب من الارتفاعات وان من خفاض الدولار الأمريكي الذي حصل أمس محضر اجتماع الفدل الأمريكي اللي عم يركز عليه اللي ما إجاب مفاجآت يعني للأسواق رغم أنه فيه تجديد للسياسة النقدية لكن اعتبرته الأسواق نوعاً ما إيجابي أي لا يوجد تجديد للسياسة النقدية متوقعين أن أسعار الذهب ترتفع وربما تصل إلى مستويات الألف وتسعمائة دولار في ظل هذه التوترات الجيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا ولكن بحزانة هذه المخاوف وأي تجديد للسياسة النقدية صحيح يعني قد يكون هناك إحجام في شراء الذهب من قبل النساء اللينا هو كذلك وتضخم مرتفع بشكل كبير في الدول العالم كما ذكرتم في التقرير يعني في الولايات المتحدة الأمريكية عم نتحدث ارتفاعات منذ أربعينات القرن الماضي وأيضا في بريطانيا التضخم مرتفع جدا منذ التسعينات القرن الماضي يعني أنا أريد أن أسألك أيضا لينا عن رأيك بالمكاسب والتقلبات دعينا نقول التي شاهدناها على النفط اليوم النفط يركز سواء على المخاطر الجيوسياسية أو حتى على ملف أبرز هو المفاوضات على الاتفاق النووي الإيراني برأيك لينا إذا ما شاهدنا بالفعل التوصل لاتفاق بين القوى الدولية وإيران حول هذا الملف إلى أين سيأخذ هذا الملف أسعار النفط هبوطا نعم بفعل وصول الاتفاق النووي يعني بيأثر على أسعار النفط في حال التوصل يعني نحن هلأ في المفاوضات في حال فعلا التوصل إلى هذا الاتفاق النووي بين إيران والدول الأخرى فبالتالي هذا سيحدث بعض التراجعات على أسعار النفط إذا تحدثنا على الاتفاق النووي في حال عودة الصادرات الإيرانية هذا سيسبب في المدى القصير يعني في حال تمت عودة الصادرات الإيرانية نحن نتحدث تقريبا عن مليون ونصف تقريبا إذا عادت الصادرات الإيرانية إلى العالم فبالتالي التأثيرات ستكون محدودة إذا تحدثنا عن الزيادة من 2.5 مليون إلى 3.3 مليون برميل يوميا ارتفعت الصادرات الإيرانية نحن نتحدث تقريبا عن 70 مليون من المخزون الإحتياطي أو الإحتياطي الإيراني فبالتالي الاستهلاك في داخل إيران هو 2.5 مليون فسيتبقى فقط مليون ونصف تقريبا عن أسعار النفط لأننا نتحدث عن مخاوف جيوسياسية بين أوكرانيا وروسيا وما زالت مستمرة هذا ربما تدفع أسعار النفط إلى ارتفاع أكثر ربما نصل إلى مستويات 100 دولار على المدى القصير أنا أتوقع حتى 120 متوقعين في حال فعلا هناك دخول لدخلة الغزو الروسي إلى أفرانيا فسوف تشتعل الأسعار لا ننسى أن أسعار الغاز سوف ترتفع في ظل هذه الأزمة وبالتالي سيكون تحول من الغاز إلى النفط وأيضا يعني طيب عم نشوف كمان الدفاع في نحن عم نتحدث عن أيضا أوبيك بلاس عم تزيد الإنتاج بواقع فقط 400 ألف برميل صحيح على ذكر وليس القيود التي قامت بها عشد نعم يعني على ذكر زيادة الإنتاج دعين نتحدث عن السياسة التشددية أيضا للولايات المتحدة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي رغم أنها يعني أصبحت شبهة واقعة لكن يبدو أن الاحتياط الفيدرالي وخلال محظره الأخير أقل حدة أصبح احتجاه هذا الموضوع ومن يتحدث عن 50 نقطة أساس يتحدث الآن عن 25 نقطة أساس كيف تقيم الموقف وإنعكاساته على الدولار نعم بالفعل يعني إحنا رأينا محظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي العام بيجي بعد الجاء هذا المحظر بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي قبل أن تظهر بيانات التضخم التي ظهرت بقوة مؤشر أسعار المسلحكية التي ارتفع بسبعة ونصف في المئة وكانت أعلى من توقعات الأسواق بكثير فبالتالي المحظر لم يأتي بالفعل بأي مفاجآت وكان أقل تشدديا لكن بعد ظهور هذه البيانات كان هناك تصريحات من أعضاء فيدرالي الأمريكي نحن نحكي عن إستر جورجل بتوقع عن رفع أسعار بايدة بخمسين نقطة أساس هناك تصريحات من أعضاء فيدرالي آخرين أنه عم بتوقعون بمئة نقطة أساس وأنه هذا لن يؤثر على نمو الاقتصاد لكن يجب هناك تريث يعني في من بعد هذه البيانات التي ظهرت لأن أي رفع وتسارع في رفع أسعار بايدة عم نتوقع مزبوط ربما الأسواق عم بتتوقع رفع بمئة أو خمسين نقطة أساس فربما يكون هذا اللي يكون له يعني سوف يشكل تأثيرا على النمو الاقتصاد فيجب أن يكون هناك دراسة حول رفع أسعار فائدة الآن الأسواق عم بتحتزب رفع أسعار فائدة بخمسين نقطة أساس بنسبة ستة وثلاثين فاصل ثلاثة عشر في المئة يعني وأيضا بأكثر من ذلك الباقي بتقريبا نحن متحدث عن ثلاثة وستين يكون الرفع بخمسة وعشرين نقطة أساس في مارس كانت التوقعات السابقة بالتسعين في المئة نكون رفع أسعار فائدة قبل أسبوع بخمسين نقطة أساس وأمس تقريبا نحن نتحدث ارتفاعات بخمسة واربعين فاصل ثلاثة أشار في المئة كانت توقعات بخمسين نقطة أساس عم تتلاشى هذه التوقعات لأن ربما بعد هذه البيانات يكون في تصريحات أخرى من الفدرال الأمريكي سيكون هناك تجليز في السياسة النقدية سيكون رفع أسعار فائدة ربما أربع مرات سيكون له طبعا هلأ الدولار الأمريكي التأثيرات ستكون سنشهد ربما على المدى القصير بعض الخفاضات لكن كله داعم لأسعار مؤشر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع على المدى المتوسط والطويل ونتوقع ارتفاعات أكبر من ذلك في حال تم تجليز السياسة النقدية في مارس وخصوصا زي كانت بخمسين نقطة لنا يعني على كل نية يعني يبدو أن حزوز الخمسين النقطة الأسهل أيضا هي تتراجع إلى الخمسة وعشرين على كل لنا عندنا خمسة وعشرين من عندنا أنا ومي شكرا لك يا لينا خمسة وعشرين لستة وثلاثين عم تتغير طبعا التوقعات اليوم آخر إخصائيات بسي مي عم تتوقع كانت ستة وثلاثين فاصل ثلاثة عشر في المئة تقريبا شكرا جزيلا لك لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويت جروب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا